أجر المنتخب الإفواري لكرة القدم حصة تدريبية جديدة عشية اليوم على أرضية ملعب الشمس استعداد لمواجهة المنتخب الوطني المغربي الجمع المقبل برسم مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لنهائية كأس إفريقيا وشهدت الحصة المذكورة حضور جميع لعب المنتخب الإفواري المتواجدون في قائمة الفيلة حيث ظهر التركيد على وجوه اللاعبين على المواجهة المقبلة أمام الأسود والتي ستكون حاسمة ومن المنتظر أن يجري المنتخب الإفواري حصة تدريبية جديدة غدا في نفس توقيت حصة اليوم وهو ذات التوقيت في مبارتهم أمام الأسود حيث من المنتظر أن تكون درجة الحرارة أقل من المباراة السابقة أمام جنوب إفريقيا ما سيجعلنا نتابع مواجهة قوية وصعبة على المنتخبين